اهلا بكم مشاهدين من جديد تعد متلازمة النفق الرزغي من المشكلات الصحية المتزايدة في العصر الحالي وقد تكون في بعض الأحيان مشكلة بسيطة وعابرة وفي أحيان أخرى تحتاج إلى تدخل جراحي وعلاجي وبالإضافة لبعض الأمراض الصحية التي قد تزيد من خطر الإصابة تلعب بعض العادات والممارسات اليومية الخاطئة دورا في زيادة المشكلة كالجلوس لفترات طويلة على أجهزة الكمبيوتر للمزيد تنضم إلينا من جدة دكتورة بيان علي استشاريات المخ والعصاب والصرع أهلا بك معنا في صباح العربية من جديد وخلينا نشرح تفاصيل أكثر عن هذه المتلازمة وما تسببه من مشاكل صحية للشخص المصاب أهلا بكم صباح الخير بالنسبة لمتلازمة النفق الرسغي فهي ببساطة لأن الرسغ عندنا هو يعتبر منطقة ضيقة وبالتالي دائما هذه المنطقة ممكن انضغط فيها العصب الأوسط بين العظام وأوتار المحيطة فعشان كده دائما الأشخاص هذول يبدأوا يحسوا بألم أو تنميل في الجزء من اليد الذي يغذى به العصب الرسغي تحديدا هذه الأصابيع الثلاثة ونصف الأصبع الرابع أيها طب هل هذا التنميل الذي يحصل في الأصابع هل يبدأ بشكل تدريجي وصولا إلى الذراع أو ممكن يكون تخدير بسيط فقط في الأصبع تمام هو يبدأ فعلا بشكل تدريجي أصلا المصاب في البداية بس يكون يشعر بتنميل أو واخص بسيط في اليد إذا أهمل هذا الأمر وزاد عليه مثلا المسبب الذي يسبب له هذه المتلازمة فمع الوقت يبدأ الألم يشتد عليه حتى يبدأ يصير فيه ممكن ضعف في قبضة اليد ممكن يبدأ المصابين يسقطوا الأشياء من يدهم مثلا يكون شاعي الحاجة أو كده ويسقطها من يده طيب يعني هناك بعض الأمراض ومشاكل صحية أعراض صحية قد تؤدي أو تزيد من خطر الإصابة بهذه المتلازمة لو تحدثينا أكثر عن هذا الموضوع صحيح منها الأسباب اللي يزيل أن تكون فيه عندنا كسور في عضيمات الرسغ نفسها أو مثل أسباب الالتهابية والروماتزمية اللي ممكن تؤثر على المفصل كذلك في أسباب صحية أخرى منها السكر أو حتى المشاكل أو قصور الكلا أحيانا بسبب حبس السوائل في الجسم مثلا أثناء الحمل ممكن هؤلاء السيدات يعانوا من هذه المتلازمة خلال فترة الحمل في بعض الأحيان كمان ممكن يكون بسبب بعض العلاجات الدوائية تأثر الغدة الدرقية كمان خاصة هبوطها ممكن يؤدي إلى هذه المتلازمة السكري كذلك كل هذه أسباب مختلفة لذات المتلازمة والسمنة كمان إضافة أنه وجد أحيانا أن السيداتهم أكثر عرضة للإصابة بهذه المتلازمة دكتورة ذكرت أن أبرز الأعراض التي تلازم هذه المتلازمة التي هي التنميل والخضران متى تكون عابرة؟ أنه فيناس ممكن يحركوا كده يدهم وتروح متى يعني أنه لا والله هذا أمر مقلق ويجب أن نذهب إلى الطبيب إذا استمرت هذه الأعراض أكيد إذا الشخص هذا طول الوقت مثلا أي عمل يسويه بيده يبدأ يلاحظه أنه عنده تنميل إذا يستيقظ من النوم أحيانا وجلس يحاول ينفض يده عشان هذه الآلام أو هذا الوخز كل هذه أسباب تخليها نشك أنه يمكن أن يكون عندنا متلازمة النفق الرسغي طيب يمتد هذا الألم للذراع دكتورة ولماذا عادة ما تظهر هذه الحالة خلال ساعات الليل؟ لماذا تظهر خلال ساعات الليل؟ عشان أحيانا أشخاص هم نايمين ممكن تلاقي ينام بطريقة غلط يكون ضاغط مثلا على الرسغ نفسه هذه الأمور كلها أي عندنا حركة ممكن يكون فيها ضغط شديد على الرسغ ممكن تسبب له هذه الأعراض فعشان كالشخص أحيانا ما يكون واعي وهو نايم كيف بتتحرك أيادي فبالتالي تظهر الأعراض عندهم بصورة أكبر تمتد للذراع كله؟ ممكن تمتد طبعا إلى الدراع اللي هو اليد هنا لكن أهم حاجة دائما نتأكد في هذه المصابين أنه ما بيقولك أنه عنده آلام في الرقبة أو كهرباء هي اللي بتنزل على يد بعد كده عشان هنا ممكن يكون الأسباب عندنا مختلفة مثلا ممكن تكون الأسباب من الرقبة لكن المفروض ما يكون فيه عندنا آلام أو كهرباء المصاب بيشعر فيها من الرقبة طيب نتحدث دكتورة على بيئة العمل إلى أي مدى تؤثر بيئة العمل على الإصابة بمتلازمة النفق الرزغي؟ تمام أولا الأشخاص اللي يعانوا مثلا من آلام وكده لازم يقوموا بعض الأمور الوقائية مثلا أنه هم يوقفوا الشغل شوي يبدأوا يحركها يعديهم يعملوها زي ستريتش اللي هي الاستطالة التمارين هذه اللي يتحاول تساعد أن الرزغ ما يكون طوال وقت في نفس الوضع الأشخاص اللي يعملوا بأجهزة فيها دبذبات تكون مستمرة ممكن تأثر عليهم ويصابوا بهذه المتلازمة كل هذه طبعا أسباب يعتقد أنه لها علاقة لكن هذه العلاقات ما هي قطعية 100% طيب لو تحدثنا عن المضاعفات التي قد تحدث لهذه المشكلة إذا لم نعالجها فورا هل قد تصل إلى ضمور في العضلات وحدثنا أيضا عن العلاجات المتبعة زي ما قلنا أن الرزغ أصلا هو منطقة ضيقة فيبدأ فيها الضغط بشويش على العصب الأوسط في البداية هذا العصب الأوسط هو أصلا مسؤول عن حركة الثم اللي هو الإصبع هذا وعن الإحساس في هذه المنطقة من اليد الثلاثة الأصابيع هذه ونصف الإصبع الرابع ففي البداية ممكن بس تكون الأعراض كلها حسية يعني يكون تنميل واخص زي كده كل ما يزيد الضغط عندنا يبدأ يصير فيه ضعف فعلا في اليد وزي ما قلنا يصير فيه عندنا حتى ضعف في قبضة اليد نفسها تصير أضعف فبالتالي الشخص هذا يبدأ يشتكي أنه لما يشيل أشياء ممكن تطيح من يده هل في أدوية معينة دكتورة قد تسبب بهذه المتلازمة تناول أدوية معينة أي بعض الأدوية صحيح التي تستعمل حتى في علاجات الأورام طيب دكتورة يعني تختلف طرق العلاج قد تكون تكملية قد تكون فيزيائية أدوية متى نصل إلى الجراحة ومتى تعالج بهذه الصرق كمادات الباردة تمام الآن إذا شكنا أن هذا المصاب يعاني ممكن من متلازمة النفق الرسغي لازم نقوم بإجراء الفحوصات اللازمة منها فحوصات الدم نتأكد مثلا أنه ما في الأمراض التي ذكرناها السكر نقص فيتامين بعد 12 هبوط الغدى الدرقية وما إلى ذلك قد نحتاج أن نعمل كمان تخطيط للعصب كهربائية العصب فبالتالي نشوف العصب قد إيش متأثر تأثر العصب عندنا ينقسم لمراحل في عندنا تأثرات يعني بسيطة أو متوسطة أو شديدة فعلى حسب التأثر يقرر الطبيب إيش العلاج الأنسب فمثلا عندنا العلاجات الدوائية تجدي نفع في كثير من الأحيان أحيان نعمل لهم سبلينت اللي زيدة عامة لليد عشان تدعم حركة الرسغ فبالتالي زي ما قلنا إحنا ما يفضل الرسغ طوال الوقت بتحرك بطريقة عشوائية ممكن تسبب لهم هذه الأعراض وفي الحالات اللي ما تستجيب لهذه العلاجات ممكن نلجأ أو يكون الإصابة فيها شديدة نلجأ للعلاجات الجراحية وإما أنه عن طريق أنه نفتح فتحة هنا أو أنه عن طريق المنظار ونعمل ريليس للعصب بمعنى أنه نحرر هذا العصب من الضغط اللي عليه جميل نذهب الآن إلى أسئلات متابعين على هاشتاغ البرنامج سبحاندرسكور العربية أسئلة عامة دكتور ما هي الإصعافات الأولية التي نقوم بها لدى رؤية حالة صرع أمامنا تمام حالات الصرع طبعا منتشرة وموجودة حوالينا في كل مكان إذا شفنا شخص يتشنج لأول مرة لا نعرف عنه هذا الشخص أي معلومات كل اللي علينا أن نكون هادئين تماما لا نحاول أن ندخل يدنا في فم المصاب نحاول أن نمنعه أن يبلع لسانه أو يعود لسانه نتركه زي ما هو نبعد عنه أي أشياء خطيرة مثلا إذا كان في منطقة ممكن تشكل خطورة عليه نبعده عن هذا الشيء نحرر مثلا الياغة حقته ونفك الأزارير نحطه على جنبه إلى أن تنتهي التشنجات عادة دائما نقول التشنجات تستمر من دقيقة ثلاث دقائق وبعدها تنتهي أول ما تنتهي التشنجات خلاص الأمور كويسة مثل نطلب الإسعاف أو نطلب المساعدة إذا التشنجات استمرت لأكثر من خمس دقائق أو إذا التشنجات بتحصل وراء بعضها من غير ما يرجع ثاني المصاب لوضعه الطبيعي إذا تشنج مثلا وهو في الماء كان بيسبح أو كده إذا نحن لا نعرف عنه أي معلومات أو إذا هذه أول مرة يتشنج فيها المصاب ممتاز دكتورة استفسار آخر من المشاهدين هل رشفة الأطراف مثل اليدين والأرجل لها علاقة بالأعصاب أو المخ أي بمعنى أنها تدول على مرض بالأعصاب أو المخ يعتمد المقصود بالرشفة هنا هل الرشفة مثلا التي نقول عليها التمر التي تكون فيه رعشة معينة في اليد في بعضها نعم لها علاقة يعني هذه الموضوع عادة كبير يكون فيه منها يكون فعلا له علاقة ببعض أمراض المخوى العصاب زي مثلا الشلل الرعاش أو لول باركنسون ديزيز أو مثلا حتى تكون إنها في العائلة ممكن تكون هذه مثلا جزء من الإسنشل تريمرز وما إلى ذلك لكن في جزء منها كمان هذه الرعشات إذا هذه المقصودة فجزء منها يكون يعني عند بعض الأشخاص لها علاقة ممكن مع شرب القهوة السهر هذه الأمور كلها التي تتعب أو مثلا إذا شخص كان جالس يكتب لفترة طويلة أو بيسوي مجهود بيده لفترة طويلة ممكن تبدأ يده شوي يصير فيها رعشة خفيفة يعني إذا هذا المقصود بالرعشة نذهب إلى السؤال الثالث هل يمكن لشخص كبير في السن الشفاء من نوبات الصرع؟ نوبات الصرع زي ما دائما نقول أنه في بعض المتلازمات تأتي في عمر معين مثلا وتنتهي بانقضاء هذا العمر بمعنى مثلا تكون موجودة فقط في الطفولة أو في سن المراهقة فبعد كده خلاص تختفي تماما والمصاب يشفى من هذه المتلازمة حتى أننا لا نقول عنه أنه مصاب صرع لكن هذه ليس الحالة الدائمة ليس كل صرع سيشفى بعد فترة معينة لا في بعضهم فعلا تختفي التشنجات وليس يحتاجون علاجات وتصير أمورهم كويسة البعض الآخر لا يحتاجون استمر على العلاج لأنه زي ما دائما نؤكد أن الصرع هو مرض مزمن نتمنى الصحة والسلامة للجميع كانت معنا دكتورة بيان على استشارية المخ والعصاب والصرع من جدا شكرا 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 شكرا